موسيقى 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 قبل الفصل قلتلكم ان احنا معنا بنوتة جميلة بتشتغل شغلانة غريبة فيش حاجة صعبة على البنات ولا الستات في مصر بسيتشتغل بودي جورد او حارس خاص واحنا كن يعني مش زي ما احنا فاكرين احنا بنروح مناسبات نلاقي اه الحراسات او شركات الحراسة عندهم بنات لكن هند استقلت كده بنفسها اشتغلت حارس خاص تحت الطلب اذا صح التعبير واخدت شهادات وقعدت تذاكر وتكبر في الموضوع ازاكي هند بسأل خير مش عايزة تتكلم انا عايزة الناس تشوفك وتسمعك كده احجيني تشتغلت في مجال التأمين والحراسات من كم سنة اه من فترة كبيرة جدا طبعا انا حبيت اللي انا يمكن في اخر فترة انا يمكن جاية قريب كنت من دبي واخدت اعتمدات طبعا جديدة انا عضوية في منظمة الشرطة واخدت عضوية مكافحة الجرائم فدي كانت حاجة كويسة جدا ضفتلي في شغلي لان انا شغلة حارس شخصي مش بادي جارد احنا يعني هو المصطلح واحد بس فيه فرق بين الحارس الشخصي والبادي جارد طب استاني انا بقلي بسألك السؤال على طول مباشرة الفرق بين انك تشتغلي مع شركة او لوحدك تمام احنا عارفين فيه كلية شرطة تمام وفيه كلية شرطة بنات تمام انت مش خريجة كلية شرطة بس انت اشتغلت جوه الشركات اللي بتقدم لحراسات شركة امن بالزبط استقلت بنفسك ليه يا بنتي ليه عايز تغليك لا انا كنت شغلة الاول اول بدايتي كنت شغلة في شركة حراسات خاصة عادية جدا كنت بنزل بقى تأمين حفلات بنزل تأمين مسئلين كنت بشوف قوي انه بيلفت نازل بنات حلوة وامورة كده زيك ومشتغلين في حراسات تمام فحبت ان يعني كنا بنزل تأمين حفلات او تأمين ممثلين حبت ان لنا اغير المفهوم هنا ان الست قادرة ان هي تقوم بالاعمال الرجلية زي ما الراجل في بعض الاوقات برضو بيقوم بالاعمال الامسوية فحبت اطور من نفسي فطبعا كنت احبه ان لنا في يوم كنت وقفة فلاقيت في شخصية دبلوماسية داخلة ومعها الحراس الخاص بتاع لقيتها بنت لا راجل فقلت انا ليه ما اعملش حاجة زي كده انا الحب اللي انا اعمل حاجة زي كده بدأت اسأل بدأت اتكلم في حاجة زي كده فطبعا في يوم صديق ليا يعني واكلمني وقال لي ايه رأيك ده فيه شركة فيه دورة هنا في مصر لسه نزلة اول مرة بتتكلم على الحرس الخاص اللي هي انترناشنال لي اي بي فقلت طب انا ازاي هقدر اعمل حاجة زي كده وتواصلت معاه فطبعا الاول كان مش هينفع صعب انت بنت احنا معنا زباط جيش شرطة امن مركز دي مفيش بنات قلتلهم طب احنا دلوقتي عندنا لا استاني استاني هو برضو خلينا نفرق هي مش بالمسمة الرسمي انت بتعمليها خدمة خاصة لشخص برا قطاع الرسمي صح؟ يعني هند مش بتقدم خدمة انه شخص محتاج حراسة في الدولة اللي بتوفر له حراسة بتأمن له حراسة لا هند بقى انا اتصل بيها اقول لها مثلا رايحة حتة زحمة وخايفة على نفسي تعالي روحي معي نجم مشهور خايف من تدافع الناس بالزبط يكلمك يقولك انا محتاجك معي بالزبط دي خدمة خريبة جدا طبعا بس هي معروفة يعني عايزة دراسة هي معروفة في بلاد تانية صح؟ طبعا هي طبعا في الدول الاوروبية والدول الغربية الحراسة الخاصة لبنات هناك كتير مفيش حاجة صعبة بس هنا في مصر مفيش حراسة خاصة سيدة انا اول بنت معتمدة من وزارة الداخلية والخارجية وعضوا بالمنظمة الألمانية لدبات الحراسة الخاصة لا لا خليني في جوة بقى قبل بره مش مهم من منظمة بقى انت معتمدة من وزارة الداخلية ايوان يعني عملت انتحانات وختبارات ايوان عملت اختبارات وتبعا توسقت من وزارة الداخلية ودي كت حاجة كويسة جدا لطيف ده اه طبعا علشان احاول اللي انا حتى لو نزلت شوك افرق بين الحرس الخاص والباديجارد ما هو ممكن الباديجارد ينزل مع ممثل ينزل مع ممثلة بس ممكن ما يكونش عنده رد فعل انه هو ينزل مع شخصية دبلوماسية لازم يكون مؤهل لازم يكون مدرب يعني لازم يكون دارس اسعافات اولية اه اما بدأت كلمة ان انا انزلت دورة مع القائد هاني الزهار فطبعا هو رحب بالفكرة لانه هو تدريباته كلها برا انت اصلا اصلا مدربة ايوان مدربة ايه انا اول مدربة كمال اكسام رجال يا باشا جماعة مدرب كمال اكسام رجالي اول مدربة اول مدربة واحمال فريق قولة قدم كان رجال بارتو كان فريق اول كامل مع كابتن ابراهيم سعيد ايه اللي حبتي اكتر التدريب والحاجات العنيفة القتالية اللي اشتغلت فيها ولا الحراسات الخاصة لا انا حب ان انا شغل الحراسة اكتر لاني بحس ان هو مش متواجد هنا عايزين نحاول اللي احنا ننفره هنا بالنسبة لبنات كتير يعني انا بدأت افتح الصندوق واقول للبنات يلا احنا المفروض اللي احنا بقى نبدأ ما فيش حاجة بقى توقفنا لاني انت عارفة يعني هو شغل الحراس الخاص مشكلته انه صعب وممكن تخرجي بالبيت ما ترجعش تاني لا لا قدر الله لي اه طبعا انت بتقومي بحراسة شخصية مثلا دبلوماسية هقول له حضرتك يعني ان لما تيجي تنزلي مع شخصية دبلوماسية ما ببقاش لوحدي بنبقى طقم مجهز مدرب بناخده الاوامر من التيم ليدر اللي هو الحارس الاول ثاني لازم افرق كلما تقولي الحتة دي لازم افرق بين ان شخصية دبلوماسية تكلف بحراستها مجموعات من وزارة الداخلية دي قصة بشكل رسمي تمام هند بتقدم خدمة لو حد مش مطلوب حراسته لكن هو عايز حراسته اكيد طب يا هند ايه اكبر تحديات يعني مثلا بصراحة كده لو روحتي محفل كبير مفيش حد بيتدايق من وجودك او بيحس انه قلق او بيحس انه بصراحة يعني لا احنا نحب البادي جارد الضخم ده شكله يخد كده ووقف على الباب لكن لا هند دي كتكوتة خالص يعني انت حتى مش جسمك ضخم احنا لسه دلوقتي بقول لحضارتك ان البادي جارد بيعتمد على الجسم على العضلات انما الحرس الشخصي احنا لو شخناه في الدول برا ما بيعتمدش على الحاجات دي بيعتمد على مهارات تانية اول حاجة لازم يكون عنده رد فعل سريع اكتشاف المخاطر قبل وقوعها لازم يكون ملم بالمعلومات اللي تخص الشخصية اللي معايا عارف كل كبيرة وصغيرة لازم يقوم بتأمين المكان بنسبة 100% لازم يبدأ على اتصال بأصدقائه بالتعامل بالبرتوكول لازم يتعامل مع الناس ببرتوكول احنا مش ناس مثلا زي ما حضارتك بتقولي لازم يكون لأ احنا بيتوفر عندنا الشغل ان اهم حاجة ازاي هنتعامل مع الناس تعرفي امتى تطلبي مساعدة امتى تطلبي بالزبت بالزبت واهم حاجة اللي احنا بنحاول نتجنب المشاكل على قد ما نقدر يعني ما قدرش نعمل مشكلة ومعنا في اي بي عشان ما ينفعش نعراضه هو كمان للمشكلة احنا الوقتنا خلص بس ما تقولينا اشتغلت مع فنانين اه طبعا اشتغلت مع من اه اسهل فنانين ولا شخصيات عامة لا اه شغل انا بحب شغل شخصيات العامة انت عايزة انت عايزة الحاجات الخطر اه تحيس فيها شكرا يا هند نورتنا ومبسوطة بحماسك ومبسوطة بتطويرك لنفسك و هند باجيه بنت تشتغل حارس خاص مش عايزة نقول بادي جاير لان هي حارس خاص اعتمد على مهارات الزكاء و احنا ستات نحب الزكاء قوي نورتنا يا هند الله يا خاليكي شكرا جدا وانا سعيدة جدا ان انا تواجدت معكم نهارة دي كانت حلقتنا النهاردة عامل التاسعة نشوفكم ان شاء الله على كل خير